اشتركوا في القناة درس المعجزات ايش درس المعجزات؟ قبل ما نأخذ درس المعجزات منا نأخذ نصف دقيقة مراجعة للدرس السابق ايش حكينا يا حلوين؟ حكينا في الدرس السابق ان في اندي كتب سماوية كتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على البشرية انك تآمن في الكتب السماوية هي ركن من أركان الإيمان ليش ربنا نزلها؟ أنزلت لتحقيق الخير والسعادة كثير مهم وكثير الأسئلة جدا مهمة شو يعني اننا نحن نزلنا الذكرى واننا له لحافظون صدق الله العظيم؟ ان القرآن شو ماله؟ محفوظ ربنا حافظ القرآن من التبديل والضياع شو الحكمة من انزال الكتب السماوية الحين حكيناها؟ ان الخير والسعادة ليش يجب الإيمان بالكتب السماوية جميعها؟ لأنها ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان ما بصح إيمان المسلم بدونه نطلع على الدرس الثاني المعجزات يلا نقرأ مع بعض نشاط واحد ابحث عن معنى المعجزة معجزة يا حلوين من كلمة عجزة أو يعجز واليعجز يعني عدم المقدرة على عمل الشيء والمعجزة هي أمر خارق للطبيعة نطلع عليها يلا نقرأ بعف الله عز وجل الرسول مبشرين ومنذرين واختارهم من البشر لكي يسهل التعامل معهم والاستجابة لدعوتهم ويدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم يعني ربنا ليش اختار الناس بشر عشان تسالي تعمل معهم وتستجيب لدعوتهم وربنا شو أعطاهم معجزات ليش يعني معجزات أعطاهم عشان يدل على صدقهم يعني مش أي واحد يقول أنا نبي مزبوط لا لازم تعطي معجزة معجزة أمر خارق للطبيعة وقد تنوعت معجزات الأنبياء لتتلاءم مع أقوامهم فعيسى عليه السلام أيده الله بمعجزة إحياء الموتى بإذن الله هاي سيدنا عيسى شو كان يحيي كان يحيي الميت وإشفاء المرضى وكان يشفي المريض وموسى عليه السلام كانت معجزته تحويل العصى إلى حية كبرى طبعا يا حلوين هاي العصى صارت ثعبان طبعا ثعبان كبير ثعبان مبين يعني الثعبان كان كثير كبير مش حية زي هاي صغيرة في الكتاب حية كثير كبيرة يمكن أيش يعني بحجم البيت وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء يعني حط إيده تطلع إيده بيضاء أما صالح عليه السلام فقد أيده الله بخروج الناقة من الصخرة الصماء يعني سيدنا صالح صار في عندنا حجر والحجر تحول لناقة يعني ناقة له جمل صارت جمل وأيد الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزات كثيرة منها انشقاق القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى وأعظمها معجزة القرآن الكريم الذي تكفر الله عز وجل بحفظه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إيش يعني إننا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون يعني إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن نطلع على نشاط اثنين وناقش لماذا كانت معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خالدة لأنه كان آخر الأنبياء وآخر المرسلين يا حلوين فعشان هيك بده معجزة اضالها موجودة دليل على البشرية للإيمان يعني لو بدك تكتب لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسل للبشرية جمع ما معجزة نبي الله يونس عليه السلام يونس اللي هو لبث في بطن الحوت شو معجزة نبي الله يونس الذي لبث في بطن الحوت أستخرج من الآيات الكريمة الآتية معجزات سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى قال هي عصايا أتوكى عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى هاي هي كانت صدق الله العظيم كانت الآيات شو معجزاته طلعوا العصا شو صارت حية وإيش ييده شو صارت بيضاء بيضاء من غير سوء إذن شو ملخص الدرس أؤمن بأن القرآن الكريم كتاب محفوظ من الله عز وجل وشو يعني المعجزة أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسله دليلا على صدق دعوته هاي هي المعجزة إيش خارق للعادة يعني مش سيضيش بالطبيعي بيض ربنا إيه بها الرسل والدليل على صدق دعوته طيب يلعو على أجيب ونتبع مع بعض هاي الإجابات ووضح المقصود بالمعجزة يلا شو المعجزة أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسله لتكون دليلا على صدق دعوته نطلع على السؤال الثاني أضع صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي معجزة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خالدة هذا الحكي صحيح مية بالمية وطلع على التانية من معجزات موسى عليه السلام خروج الناقة من الصخرة هذا مش مسيدنا موسى هذا سيدنا مين صالح هذا الحكي خطأ ثالثة انشقاق القمر من معجزات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المادية هذا الحكي صحيح طربت الساعة وانشق القمر كان إحياء الموتى بإذن الله معجزة لنبي الله عيسى عليه السلام هذا الحكي صحيح مية بالمية سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله مقارن بين معجزات الأنبياء السابقين ومعجزات رسولنا محمد شو المقارنة معجزات الأنبياء السابقين موقتة يعني كانت تصير فترة وتخلص بينما معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خالدة وباقية إلى يوم القيامة كمان شغلات الأنبياء كل واحد أرسل إلى قوم والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع البشر أرسل إلى جميع البشر أعلّل اختار الله عز وجل الرسل من البشر حتى يسهل التعامل معهم والاستجابة لدعوتهم ليش يعني يسهل التعامل معهم يستجيبوا لدعوتهم يعني إذا بيجي ملك بتيجي بتحكي مثلا الملك بيعمل كالطب أنا مش ملك هيك بتيجي بتحكي بينما هو يوم ما يكون بشر زيك زيه بتعمل إيه إذا هو قدر يعمل الإشي أنت بتقدر إيه تعمله عشان هيك يقيم الحج على الناس ما المعجزة التي فرضت فيها الصلوات الخمس وترتبط بالمسجد الأقصى معجزات الإسراء والمعراج يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وعالله إلى السماوات العلا ورجع وقتها فرضة الصلوات الخمس هاي هي سؤال خمسة وهيك بيكون درسنا جاهز إن شاء الله المرة القادمة نأخذ الدرس التالت تابعوا مني يحيدوا الدرس أكثر من مرة حاول اختبر حالك تحل حالك تجاوب لحالك عن الأسئلة نشوفك إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء